اشتركوا في القناة 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 السبب في ذلك را اتركي اللي فيما بعد ليش ما اكونو موصول kayak واني دائما اكون متنحفا القدوم للوطن ومشاركة العائلة في المناسبات وطنية وغيرها بس عشان chance呢 كنت أشعر نوعاً من القصة هكتير هتكلم قليلاً عن بحثي لأن البعض طلب مني نتكلم شمه هذا البحث اللي خاص على بعض الاستحسان الدولي بحثي كان متعدد جوانب لكن أهم الجوانب اللي بحازت على الكثير من المستشرة والانتباه دولياً عبادة عن تحويل المناعي المرتبط بعمليات نقل كوريات الذن من المرأة والأبسط النعنى دائماً عمليات نقل الذن من المرأة هي بانة عن عمليات ضبية مثل أي عملية أخرى لها كثير من الفوائل ولكن أيضاً لها محور من مخاطر. من ظني هذا المخاطر ما يجتمع برو دود الفعل السلبية ردود الفعل السلبية قد تكون منامية و قد تكون لا مناعية في الأهمين الأخيرة انتشرت هذا الرود الفعل السلبية المناعية الماعي المثبت بمناعة الخوب إلى دخبيق أو الارتهاب فكان جزء من الرحثي أنcksómoıyoruz الإسواق المتعلقة للدود الفعل السلبية التي قد تؤدي إلى هذه الوضوية الفعلية السلبية بارة مليات من الدم طرقت إلى جوانب عدة ولكن من أدرسها أحد الجوانب هي أن نحفظ الدم بعدما نأخذ الدم من المتبرع أي إن كان المتبرع نقوم بعمليات سواء للتصنيع أو للحفظ أو التخزين ولكن الدم مثل أي منتج آخر مثل الحليب بعدما تحطها في الثلاجة لا صلاحية معينة ينتهي بعدها فمثل ما تشوفون في الصورة الأولى كريات الدم الحمراء تكون قنية أقراس جدا تحمل قابرة المرونة ولكن بعد عمليات التخزين تتحول إلى خلايا مضمحلة تفقد قدرتها على الانتجام أيضا مع المحالين للفطرة بالإضافة إلى أنه يتحلل وممكن أنها تنفجر فتؤدي إلى خروج بعض العموان السلبية لتؤثر على المريض ولكن الجامل اللي أثار جدل في الآمان الأخيرة في بحثي أنه إحنا لما نجمع خلايا الدم الحمراء من الجسم المريض سواء أول نقوم بعملية تصنيعها بعد تجميع الدم في الكلي نختلف من منكز إلى آخر في عمليات تصنيعها فمثل ما أنا أجي أجمع كريات الدم في كندا تختلف نما جمعها في أمريكا تختلف نما جمعها في المملكة العالمية السعودية ولكن الضرر الأكبر لما يختلف تجميعها أو تصنيعها من مركز إلى آخر حتى لو كنا في المملكة العربية السعودية في نفس المركز ولكن يختلف المعمل نفسه فأثار جدل كبير وسبب ذلك في عدة أسباب منها عملية التصفية عملية الانفصلة وهل المجالة الجانب الأخير الذي أطرح فيه هذا النحوة هو أن الخلية نفسها بعد ما تخزن أو بعد عمليات القصل تمر بمراحة أن تتأثر جدال الخلية لتفرض بعض الجذيئات تسمى بالحويصات أو الحويصات الخلوية هذه الحويصات الخلوية أنثار جدل كبير جدا لأن إذا كنا نتكلم عن الخلية ما يقارب من 7 إلى 8 ميكرو فهذه الحويصات أقل من 1 ميكرو وهي تعمل على التفكير المناعي بشكل كبير جدا في جسم الإنسان لذلك كان هذه الأسباب الكبيرة المربوضة أنها قد تؤثر على الخلائي الموجودة ولكن بدأت عملية البحث شوهو أصلا منشأ لكل هذا الدمج أو الأضرار المترتبة على الخلية الدم الحمراء وكيف ممكن الحل هذا الضرار ولكن في مثل هذه المرحلة وصلني أكبر خبر مصدر من نسبة له أن السعودية قامت بإيقاف كافة كرامحة الدريب والابتعاد إلى كندا وأن كافة المبتعثين لازم يرجعون إلى المطن بأسرع وقت ممكن آنذاك، لأنه عندما انتبهت لهذه الصورة قمت بتجميع أكثر من مئة وستور الشين عينة الدم من أكثر من 300 مريض متبرع فكان في هذه كل لحظة صعب جدا تخلي عن كل هذه العينات صعب جدا تخلي عن الطاقم التبعي وصعب جدا تخلي عن هذه الرحلة ولكن الأمر السامي أمر سامي لا يجب أن أقول لا بس ما في أحد يقدر ينفض يعني فكان الامتقال لهذا الأمر السامي مواجب للكل على أساس كذا أنا أرسلت بيدكم هذه الصورة لأول مرة أدخل السعودية وأنا مكون مسهورة فيها ولكن مثل ما يقولون سحبة صيفا عاما قريبا تنقشها كانت فقط فترة قصيرة جدا بعدما كثبوكو في تقريبا فقط أسابيع معدودة وكان وزير التعليم أفل وكان وزير التعليم أفل أن كل المفتعاثين سيتم إتنابهم بعناية فائغة وأشكر وزير التعليم اليوم على هذا الاهتمام الدؤوب كان في أقل من أربعة أسابيع الغالبية من صحباتي رجعوا إلى كندا وقاموا بتفان البحث فكانت النتيجة مبهيرة وهذا البحث حاز على أكثر من جائزة عينية حاز على أكثر من اهتمام من أكثر من دولة سواء ألمانيا بريطانيا أو أمريكا بإضافة إلى كندا نشرت البحث في أكثر من مجلة عينية وما زلت في صدر دشر البحث الأخير رقم عشر بإذن الله ولكن نتيجة هذا البحث اكتشفنا أن أحد هذه صلاة الخانونية بما تكون موجودة بأكياس الدم ببتحديد حواصلات الصفائح الدموية ضيبن وين تحقينا هذه صفائح الدموية لما أحنا نأخذ الدم نكون عمليات الفصل نحصل على الكوريات الدم الحمراء اللي نريدنا نرسلها للبيشنط وهو المريض في أثناء عمليات الفصل تبقى جزء من الصفائح الدموية مترسبة لا يمكن عمليات تصفيتها مع عمليات التخزين لأن الجو غير مناسب الصفائح الدموية بين المناسبة كوريات الدم الحمراء تبدأ بإفراز بعض ما يسمى من الفائصات الخاروية لتسبب نشر العديد من الأبرار وهي الخلايا البطراء مثل الخلايا الدم الحمراء في إضافة إلى البدود الفعل السبية للمرير الحل ذلك كان ببساطة عبارة عن غسم هذه قريات الدم الحمراء قبل ننقلها إلى المريض القسير ببساطة نتخلص من كل الأشياء السبية الموجودة فيه مع قريات الدم الحمراء ونعطي المريض شيء نقي بيورب نرسل لايو وكانت هذه أكثر شيء حاز على الإنترنت الأولى الأخيرة وأنا الحمد لله موصولاً بهذا اليوم أني أعرضت لكم ولكن الشيء اللي أخدت من هاي الرحلة ذات الرحلة من السنة الماضية إلى اليوم مثلما دائماً الدكتوري يقول إنه ليس بحضة إنه ليس بحضة ويعني بذلك إنها ليس الهدف الموصول إلى وجه معينة ولكن الهدف منها هي اللحظة أو الرحلة التي تغيشينها فأنا عشت القديم من التجارب اللي كانت دائماً ولله الحمد نرجحها وإن كانت في بعض الأخيان صعبة فأتمنى من اليوم إنه كلنا لما نعيش تجربة منذب إنه وطننا في يومين الأيام رح يكون معانا ورح يسندنا وأتمنى من الكل يحقق إنجازات عظيمة مدى الحال وأشكركم جميعاً على الفضول واللي يحب يتوصل معي بخصوص الأبحاث أو شيء من القبيل إذا كان لديه الاهتمام لما يتبعي موجود وكون دائماً وله أبداً محاضر شكراً لكم جميعاً شكراً لكم جميعاً